السؤال الأول يقول السائل الكريم ما مدى مشروعية فتح محل ألعاب بلاي ستيشن نقول له في البداية لا تمنع الشريعة من الترويح عن النفس وتحصيل اللذة المشروعة بالوسائل المشروعة فإن القلوب إذا كلت عميت ولا يستطيع المكلف أن يداوم على الحالة التي يكون فيها في الصلاة ومجالس الذكر ولو استطاع لصافحته الملائكة في الطرقات ولكن هيهات هيهات في الباب حريث حمضلة قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حمضلة فقلت نافق حمضلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا فقال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حمضلة يا رسول الله فقال وماذا قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن نار يعين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حمضلة ساعة وساعة الأصل في مثل هذه الألعاب الإباحة إذا تحقق فيها ما يلي ألا تشتمل على أمر محرم كالألعاب التي تقر السحرة أو تمجد السحرة أو الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين أو القائمة على فكرة القمار والميسر أو القائمة على تمجيد الرموز الشرقية أو على التربية على العنف والإجرام وتسهيل القتل وإزهاق الروح ونحو ذلك وهذه أمثلة فقط وليس المقام مقام حصر ألا تصد عنواجب شرعي كإقام الصلاة وبر الوالدين ونحو ألا تكون المسابقة فيها بعوض حتى ولكنت الألعاب نفس في ذاتها مباحة لأنها ليست من آلات الجهاد ولا مما يعين عليه وفي الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل لا تدفع الأموال من المتسابقين إلا في هذه المواضع الثلاثة في المسابقة على الخيل والإبل وفي السهام لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا قرار حول حكم الألعاب الإلكترونية أسوق لك بنصه ومنه يزداد الأمر جلاءً ووضوحًا ماذا يقول قرار المجمع؟ حكم الألعاب الإلكترونية التي تشوبها بعض المنكرات اللعب بالألعاب الإلكترونية من الترويح المباحة ما لم يؤدي إلى فعل محرم أو ترك واجب ينبغي المباعدة والتنزه عن الألعاب الإلكترونية التي تشوبها بعض المناكر الشرعية قدر الطاقة ومن هذه المناكر ما تعلق بفتنة الشبهات كاحتوائها على رموز أو شعارات كفرية أو تعلقت بفتنة الشهوات كولود الموسيقى وفتنة النساء العاريات إلا إذا تمكن المستخدم من حجب المحتويات المحرمة لا ينبغي الاستغراق فيما يرخص فيه من هذه الألعاب لكونها في الجملة مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أو لمنافاتها للغاية التي خلق الإنسان من أجلها فضلا عما قد تتضمنه من الإسراف المحرم ونصيحة لك يا رعاك الله إذا لم تكن لك نية صالحة في هذا المشروع ولا لديك من العلم ما يميز لك الخبيث من الطيب أو على الأقل من الصلة المباشرة بأهل العلم الذين يعينونك على ذلك فولي وجهك شطر مشروع آخر يكون أرضى لربك وأنفع لأمتك والله تعالى أعلى وأعلى ترجمة نانسي قنقر